نهاردة هنتكلم على تدريب الطفل على و والعطف لإطالة الجملة دايماً مرحلة تدريب الطفل على و اللي هي و والعطف بيكون لإطالة الجملة يكون الطفل أصلاً كلاون جملة من ثلاث كلمات وأنا عايزة بقى كلملة تطول ويبتدي الطفل ينوع في الكلمات اللي عنده فمثلاً لو الطفل قال لي أنا آكل تفاح و موز جملة طولت يعني بدل ما أنا آكل تفاح لا بقى فيه و موز و برتقال وهكذا ففكرة إن أنا درب الطفل على و دي إزاي أول حاجة خالص بجيب بكارت أو بطبع حرف الواو عليه فتحة ليه عليه فتحة؟ لأن في أطفال بيبقوا سبرجر أو أطفال مدمجين يعني في فصول دمج والأطفال دي بتكون واخد الحركات وواخد الحروف فمجرد ما حطوله واو بس ما عليها حركة ممكن يقول لي واو مش واو و ده قابلني فعلاً أنا بتكلم من واقع التجربة العملية فالأفضل إن أنا أحط الحركة اللي هي فتحة حركة الفتحة عشان تبقى واه وهي أصلاً بالتبعية إحنا بنأهل الطفل ده بعد كده إنه يدرس أكاديمي فهياخد الحركات فمفيش مانع إن إحنا نعلمه الكارت بالحركة ومش هتضره في شيء بالعكس ده مهارة هتعلو أكتر بس فبنحط الكارت في البداية عليه الواو اللي عليها فتحة وابتدي أحط له الحاجات اللي هو عارفها سواء كانوا مجسمين كارتين أياً كان فهي أحط له مثلاً تفاحة وموزة وبينهم الكارت اللي فيه واه وأقول له تفاح وموز طولة وكرسي بعد ما الطفل يتقن معايا ده ويبتدي أشر على كل كارت ويحفظ كارت الوا ده بشكله الجش طالتي ده إنه هو حافظ حتى لوهو مش بيعرف يقرأ لسه بشكله كده أبتدي أشيل الكارت واسيب المسافة بتاعته زي ما هي أسيب المكان بتاع الكارت لكن هو مش موجود الكارت أوريدي مش موجود يلا وهقول ها تفاح وقوم أشر على الفراغ أو أشاور على الفراغ ده عشان الطفل يفتكر إن كان فيه حاجة هنا بنقول و آه تفاح وموز قلم ودفتر وهكذا طيب بعد كده بابتدي أقلل المسافة واسحب المساعدة بتاعت إيدي اللي هي الإشارة بتاعت إيدي وابتدي أقول له ها تفاح وموز ممكن كمان استخدم ده في الأفعال طبعا ومنها إطالة للجملة أكتر وأكتر زي إيه زي ما حط صورة بنت بتشرب حليب وولد ياكل تفاح وحط بينهم كارت الواء يبتدي الطفل يقول بنت تشرب حليب ها وولد ياكل تفاح شوفي جملة طولت وبقى فيها جملة ثلثة يعني هو كده بممكن يوصف صورة كاملة فيها ولد بيشرب حليب وبنت بتاكل تفاح ويوصفها لك وش اللي انت شايفه بالصورة أو وش اللي بالصورة فيقوم قايل ولد يشرب حليب وبنت تاكل تفاح طبيعي جدا ومنطق أن أي طفل هيقول كده طبيعي فأنا بوصله للمرحلة دي عشان كده قلت أن مرحلة العطف دي مهمة جدا لأن هي سهل سهل جدا منها انتقل لوصف الصورة والكمان التنوع في الحياة هنقف لحد كده لا دايما وهرجع أقول اللغة ممارسة يبقى ده الجلسة أو ده أنا دربت ابني وأنا قاعدة معا على الطاولة أو بالكروت أو بالمجسمات طب الحياة بقى لازم أمارس اللغة أمارس بقى حرف العطف ده ازاي إن أنا أمشي بيه في البيت بتاعي ها يلا شوف غرفة النوم وش فيها فيها دولاب ومراية وكرسي وسرير وهكذا أدخل المطبخ المطبخ وش فيه في الغاز والميكرويف والتوستر وكل الأغراض اللي موجودة أبتدي أشر على الأغراض الموجودة اللي هو عارفها من المجموعات إحنا وغدين مجموعة أساس المنزل مجموعة أضوات الطعام مجموعة كل شيء كل شيء إحنا وإحنا جلسين على طاولة الطعام ها شوف صحن وشوكة وملعجة وسكين كده وإحنا بره بنشتري الأغراض ها وش هنشترينا اليوم أو وش أنا أبي أشتري اليوم أنا عايزة أشتري إيه النهار ده يلا أنا عايزة أشتري حليب وعصير وجبنة وسمن وكده ويبتدي هو معايا المرحلة دي هتنقلني كده لا إرادية لوصف المشهد اللي هو حكاية إيه اللي حصل إن الطفلي يحكيلي إحنا بنعمل إيه أو حصل إيه طيب إزاي لو أنا نزلت مع الطفل اشترينا أغراض من أي مكان أي هايبر وبعدين سألته إحنا وش اشترينا اليوم وش جيبنا إحنا من الأغراض جيبنا أنا بذكره طبعا جيبنا عصير اشترينا عصير يوم آيل واشترينا حليب أيوة واشترينا زيت واشترينا وهكذا أبتدي أنا أديله مرة حاجة أفكره ها وا 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 حتى لو هأشرله على الأغراض فهو قل واشترينا وهكذا هو كده وصل له مفهوم إن أنا لما بكون عندي أكتر من شيء بجمعه يبقى لازم أقول كلمة و في وسط الأشياء دي يعني لو أنا عايز أشتري أغراض معينة من البقالة إنت وش تبي تشتري من البقالة إلا بروح الحين وإنت وش تبي تشتري من البقالة أو إحنا هنروح دلوقت السوق إنت عايز تشتري إيه فيقول أنا عايز مصاصة مثلا وبسكوت خلاص يلا نروح تخليه هو اللي يمارس اللغة بتخليه يروح يقول أبي مصاص وبسكوت وشوكولاتة برضو أنا عايز مصاصة وبسكوت وشوكولاتة وبارجع أقول الطفل لازم يتكلم لغة أهله أسرته اللغة للأسرة بتقولها لازم يتكلمها ما ينفعش تكلم بلغة العربية ولا بلغة أخرى أتمنى أن نكون أفدتكم في الجزئية